اسلام سليماني يا ناس الناس اللي سبوه خطر اللي فات وشوفنا تصدياته الجميلة وتصدياته الرائعة هلقني وعصبني لدرجة لا توصف لأنه ضيع علينا فرصة السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما نبدأ وما تنساوش عليكم تصليوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنساوش تعطونا آراكم اقترحاتكم وانتقاداتكم مرحبا بكم كل حب والاحترام للجميع في هذا الفيديو باش نتكلموا على مباراة الجزائر والمنتخب المصري المباراة الودية ديربي عربي مباراة قوية جدا مباراة الاعصاب مباراة مجنونة سميها كيمتهب اول شي حاب نبدأ بي حاب نقول شكرا للاعبين المنتخب الجزائري وشكرا لجمال بالماضي وشكرا حتى للمنتخب المصري وحتى للجماغير الجزائرية والمصرية اللي كانوا حاضرين في ارضية الميدان لانهم قدموا جو جميل ورائع جدا صراحة برافو اليهم في قمة الروح الرياضية شوفنا الجماهير الجزائرية والمصرية جلسين مع بعضهم البعض الناس بالزاف يظنوا ان الجزائرين والمصريين ميحبوش بعضهم البعض بالعكس الجزائرين والمصريين دائما تكون هناك منافسة شديدة وقوية وشريسة في كرة القدم فقط اما في باقي المواضيع لا توجد هناك مشاكل لا بين الجزائر ولا مصر ان شاء الله المباريات القادمة تكون احسن وافضل للمنتخب الجزائري حبيت نتكلم على هاد المباراة اللي انتهت بالتعادل بنتيجة واحد لواحد وما نساش اسلام سليماني اسلام سليماني يا ناس الناس اللي سبوه خطر اللي فات والناس اللي شتموه والناس اللي انتقدوه اسلام سليماني الشي اللي تعجبني فيه دائما يرد في وسط الميدان دائما يرد على ارضية الميدان في الواقع لانه هو مسجل هدف التعادل اسلام سليماني ما شاء الله لي صراحة رغم كباره في السن وتقدمه في السن الا انه يبقى الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري حبه منحب وكرهه منكره ارقامه احصائياته تتكلم عليه اسلام سليماني بالخبرة اللي عنده سجل هذا الهداف ويسجل عديد من الاهداف لانه مهاجم يعرف كيفاش يتمركز يعرف وين يوقف يعرف كيفاش يضرب الكورة ويحطها في الشباك ما شاء الله لي كل الحب والاحترام والتقدير لاسلام سليماني عاو حاقك خويا وربي وفقك هم من حاقك تقول على روحك انا الشيكور كل التوفيق لاسلام سليماني لانه انا واحد من الناس كنشوف تاريخه مع المنتخب الجزائري دائما هو يكون المنقد ينقضنا من خسارات دائما هو يكون المنقد ويأهلنا برافو عليه لاعب كبير وما ننكروش الشي اللي قدمه مع المنتخب الجزائري اما بالنسبة على فارس شيبي صراحة هذا اللاعب راح نستفاده منه مستقبلا فائدة كبيرة جدا تحركاته فنياته لاعب تكتيكيا جيد صحيح مازال صغير في السن مازال راح يزيد ويكتسب خبرات اكبر وامكانيات اكبر اللي راح تفيد المنتخب الجزائري مستقبلا المنتخب المصري لعب وكمل المباراة بمنقوس من اللاعب اللي خرج من بطاقة الحمرة والبطاقة الحمرة اللي اخداها اللاعب المصري كانت بطاقة حمرة مستحقة مئة بالمئة لانه كان راح يطير رأس اللاعب للأسف الشديد عنف كبير في تلك اللقطة وكانت بطاقة حمرة مستحقة جدا وان شاء الله ما نزيدوش وشوفوا لقطات مثل هذيك لانه كانت قادر تأدي بكارثة كبيرة لا يحمد عقبها صراحة بالنسبة للعب توب الجزائري اللي تعرض لذلك التدخل الخشن من طرف اللاعب المصري اما بالنسبة على المباراة حابت نتكلم على الشيء الايجابي والشيء السلبي من طرف المنتخب الجزائري بطبيعة الحال شفنا الحارس انطونيو موندريا في مباراة اليوم اختبر كم من مرة صراحة وشفنا تصدياته الجميلة وتصدياته الرائعة ما شاء الله ليه شفنا تصدى العديد من التسديدات اللي كانت بعيدة والعديد من التسديدات اللي كانت قريبة دائما كان انطونيو موندريا لها بالمرصاد ما شاء الله ليه مرة اخرى يثبت انه حارس كبير ويستحق ان يكون في المنتخب الجزائري ويكون خليفة لرئيس وهابن بولحي نتمنى له كل التوفيق وان شاء الله نشوفه دائما في هذا المستوى العالي اما بالنسبة على الهدف اللي تلقاه المنتخب الجزائري صراحة ما نستغربش لانو المنتخب الجزائري في السنوات الاخيرة واللي نشوفه نقطة ضعفة للمنتخب هي الكرات العالية كل الكرات العالية سوى في الركنية او في اللي يكون كفر وخطأ وتلعب عرضية تشكل خطر على المنتخب الجزائري ما فهمت صراحة المدافعين تعنا ما هي مشكلتهم مع الكرات العالية رغم انه عندنا بن سبعيني وما نضي يلاعبين طوال القامة ولكن دائما في الكرات العالية ما يكونوش دائما يراقبوا اللاعبين شوفنا اللاعب المصري كيفاش الكورة جات عرضية ضربها براسه واللاعب الاخر بدون اي رقابة من الفو بفروض تشكون يراقبوا اللي هو يوسف عطال بدون اي رقابة وغير موجود في مكانه كيما تكلمنا على يوسف عطال عطال في اخر المباراة صراحة قلقني وعصبني لدرجة لا توصف لانو ضيع علينا فرصة هدف الفوز على المنتخب المصري واللي هي اللقطة الاخيرة اللي عطال انطلق بالكورة ورايح يجري بها في وسط الميدان ويراوغ يمين يسار يمين يسار حتى المصري افتك منه الكورة هذك اللقطة كان قادر انه يمررها لمحرز او يمررها لعمورة مئة بالمئة كانت راح تكون هدف الفوز للمنتخب الجزائري ولكن ليوسف عطال كان عنده رأي اخر طالعت مروح بالكورة ومخلبة كانت كفارغة صراحة كان قادر يتسبب في خطأ كبير لانو المصريين شوفوا ناهم سريعين جدا في الهجامات المرتدة عندهم محمد صلاح اللي هو السريع وفنان وخطير جدا في الهجامات المرتدة يقدر يسجل لك هداف ولكن الحمد لله مدافعينك يشوف رمي بالسبعيني ما شاء الله له مدافع قوي وصلب وجيد جدا اليوم اثبت ذلك في المباراة ان شاء الله دائما يكون بهذا المستوى بهذا الاداء الجميل اما بالنسبة على احمد توبة دفاعيا شوف له يعني نوعا ما جيد مطلعا متوسط مهوش سيء ولكن انا بالنسبة لي هجوميا ما يقدمش الاضافة الهجومية لو كان جاه هناك رايان ايت نوري حاضر اللي هو غائم بسبب الاصابة كنا نشوفه تلك الجهة اليسرى كانت تكون افضل واحسن ولكن للأسف الشديد واما بخصوص سعيد بالرحمة شفنا حاول يراوغ حاول يسدد حاول يمرر ولكن ما كانش بتلك الفعالية الكبيرة اللي كان لازمة لي انو يكون فيها وشفنا حتى جامل بالماضي كيفا شغل ضب بده وتقلق بده لانو بقدمش وما دارش تعليبات اللي طلبها منو المدرب شفنا الجهة اليسرى كانت ميتة تماما في هاد المباراة حتى شفنا دخول عمورة اللي دخل ما شاء الله ليه حرك ونشط الجهة اليسرى شفنا خطورة شفنا تمريرات شفنا الدخول والتوغولات من عمورة شفنا شي جميل ورائع جدا من عمورة واما بالنسبة على وسط الميدان كان ينقصوا حسام عوار كيدخل شفنا الفرق كيفاش تغير وسط ميدان المنتخب الجزائري صرنا احسن نوعا ما صرنا افضل ونسيطروا على الكورة ولنفتكوا الكورة ولنشوفوا صناعة اللعب ولكن ما تنساش هادا المنتخب المصري بهذا التعداد وبهذا اللاعبين هما نفس هادا اللاعبين اللي لعبوا نهائي كأس افريقيا ضد المنتخب السينيغالي يعني دير في بالك راك تلعب ضد منتخب كبير وهادا اللاعبين منسجمين مع بعضهم البعض ومتعاودين انهم يلعبوا مع بعضهم البعض نعرف انه المنتخب الجزائري في طور الانجاز تغييرات كبيرة في المنتخب الجزائري جمال بالماضي راوي جرب العديد من اللاعبين في مراكز واماكن مختلفة يعني هذا اختبار جيد لجمال بالماضي وللاعبين المنتخب الجزائري لانه امر رائع انك تلعب مع مصر باش تشوف امكانياتك وقدراتك وهذا المباراة ليست مباراة ودية كما شفتوا الادا والحماس والتشنج وكل شي عبارة على مباراة رسمية وهذا امر جيد نلعبوها قبل ما ندخل ونبدأوا كأس افريقيا يعني رح يكون تحضير جيد للاعبين المنتخب الجزائري باش يشوفوا ويعرفوا الخشونة كيفاش تكون الجرينتا كيفاش لازم اللعب كيفاش لازم المباراة الرسمية انك تلعب ضد منتخب افريقي ان شاء الله انه اللاعبين يكونوا مركزين جيدا وجمال بالماضي يتعلم من كل هادو الدروس وهادو الاخطاء اللي داروها اللاعبين تتصحح يعني امر جيد انك تدير اخطاء في مباراة ودية وتتعلم منها خير من انك تدير اخطاء في مباراة رسمية وتكون اخطاء كارثية اللي تكلفك هزائم لا يحمدوا عقباها هادو المبارايات نتعلموا منهم ونستفادوا منهم نتمنى التوفيق لجمال بالماضي ولكل اللاعبين تحية لكم كبيرة وتحية الجزائر دائما وابد